موسيقى مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم في برنامج من الحياة انهيار أسعار النفط في الأوينة الأخيرة كشف حتمية تنويع الاقتصاد الجزائري الذي ظل لسنوات طويلة يعتمد فقط على المحروقات بنسبة أكثر من 95% ويبدو أن قرارات مجلس الوزراء في الأوينة الأخيرة يشير إلى أن النواية تريد الذهاب في هذا الاتجاه أي إلى تنويع الاقتصاد الجزائري وإلا كيف نفسر أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحروية فورا لاستصلاح ملايين الهترات الصحروية لتطوير الزراعة الصناعية ونحن نعلم أن القدرات الفلاحية للجزائر قوية جدا ولكن نسبة مئوية قليلة فقط مستغلة بشكل جيد في سياق آخر القدرات الطاقوية للجزائر خارج المحروقات تبقى أيضا قوية جدا خاصة بالنسبة للطاقات الشمسية التي تملك الجزائر حق الواسع جدا منه فالجزائر مؤخرا وقبل شهر تحديدا من الآن وبغرض استغلال هذه الطاقة وقعت اتفاقا مبدئيا مع الجانب الألماني من أجل إطلاق مشروع ديزار تيك للطاقة الشمسية والتحذير الآن جاري للاتفاق التقني فضلا عن تحديد الإمكانات الطبيعية والمؤهلات التي تحوزها الجزائر من الطاقة الشمسية كما تسعى وزارة الطاقة هنا من خلال هذا المشروع تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية مع إطلاق برنامج لإنتاج 5600 ميجاوات بحلول 2027 فهل سيعود فعلا هذا المشروع بفوائد عملاقة لبلادنا الجزائر؟ طيب لمناقشة هذه النقاط والوضعية الاقتصادية للجزائر في ظل الأزمة الصحية الوبائية التي تشهدها الجزائر الصديفة الدكتور حسين حماش رئيس الهيئة الاستشارية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي مرحبا بك دكتور ما تشكري شكرا عن الإضافة شكرا جزيلا لك دكتور حسين نبدأ بتعليقك أريد تعليق منك دكتور حول إعلان شركة توطال فرنسية بالأمس للطاقة فشلها في الاستحواذ على شركة أنداركو الأمريكية في الجزائر الملكية الآن انتقلت إلى مجمع أوكسيدونتال بيتروليوم يعني معروف مختصرا بأوكسي نعم تعليقك دكتور حسين على هذه النقطة والله كما كل الجزائرين سمعت بالأمس تصريح رئيس المدير العامل لشركة توطال فرنسية بأنهم فشلوا في شراء حصص الشركة الأمريكية أنداركو أنداركو نعم وهذا ما يعود بالفائدة غير منتظرة غير أن وزير الطاقة في وقت غير بعيد سابق صرح بأن سنفاجأ بمفاجأة وهنا الحمد لله قدت هذه المفاجأة ستعود بفوائد هذه على الاقتصاد الجزائري سيد حسين لا أعرف الأرقام لكن إذا نظرت في هذه القيمة التي كانت استغلها من توطال وهي 24.5 من إنتاج بيترول في حوض بيركين وأورود ملك فهي بالطبع تعود بالفائدة إلى الجزائر وحن الحمد لله هذه قيمة كبيرة بالنسبة للجزائر والفضل يعود إلى قانون الطاقات أو الطاقات قانون المحروقات المحروقات الجديد الذي مكن الجزائر باستعاد سيطرته عن هذه والسيادة أيضا والسيادة رغم أن توطال يمتلك في الجزائر 12.25% من إنتاج مايو عادل 260 ألف برميل يوميا عنده خصة كبيرة في الجزائر عنده 12.25% أي مايو عادل ويعني حتى أذكر أخواني بأن فرنسا من سياسيتها أرادت أن تستولي عن أفريقيا ويشترت يعني صفوق عديدة في أفريقيا الجنوبية في موزنبيق في غانا وهذا أرادت أن تعود بقوة على القارة الإفريقية وإحنا يعني بهذا الصدد أنه نهني البلاد بهذا يعني رغم أن قانون المحروقات إذا تتذكر دكتور حسين هذا القانون المحروقات الحالي يعني قال بأنه يرهن البلاد وسيبيعها وإلى غير ذلك يعني مؤخرا نكتشف العكس بأنه بالعكس يعني يحفظ السيادة الوطنية لا أعرف عن مضمون قانون الطاقة في الجزائر لكن حسب معلوماتي فأنه فيه قانون جديد صدر في أكوت 2019 نعم هذا هو أقل المحروقات الحالي هو الذي غير الكثير في قانون 2009 إلى 2014 الذي كان الملك لاستغلال الطاقة أو التقلبة البترولية في الجزائر في جزائر ممتلك من شركات أجنبية معروفة منها نظرك ومنها غير ذلك تطال إلى غير ذلك لكن الآن بفضل هذا القانون رأينا نتيجة اليوم أنه ستطعنا أن نأخذ القيمة الحقيقية لاستغلال البترول يعني كما يقولون من لحيط بخر له يعني الجزائر بيترول بيترولها ويجي جانب أجنبي يبعي لجانب أجنبي ثاني يعني هذا عن ظهر الجزائر هذا الحمد لله يعني على حساب الجزائر على حساب الجزائر وأعطيك يعني معلومة أن أربح شركة طوطال حاليا في الجزائر انخفضت إلى 99% يعني بلسبة 100% تقريبا 100% وهذا راجع إلى أنهي أسعار النفط في العالم ولذلك فرنسا أراد بيترقه أخرى يعني كيف تأخذ حسس أخرى من طرف شركات أجنبية لكي تستغل هذا المنتوج في صالحها وليس في صالح الجزائر أسعار النفط مدام ذكرتها دكتور حسين أكيد بأنها انعكست سلبا على الكثير من الدول النفطية الرعية التي تعتمد على المحروقات بشكل كبير لو أعطيك سؤال على تأثيرها هنا في الجزائر على الوضعية الاقتصادية الحالية مدام أنه نعتمد بنسبة أكثر من 95% على المحروقات يعني وأيضا أضيف لها الوباء يعني الكورونا يعني حتى نتكلم بالأرقام فجزائر يعني أنا نقول استغلال بيترقه في الجزائر أو الغاز هو داء وليس داء للجزائر لأنه أدى بالجزائر إلى الوضع الاقتصادي الحالي رغم أن في الجزائر توجد هناك ثروات باطنية ومعدنية وبشرية كنا لو استغلنا منها عشر أو عشرين في المئة من هذه الإمكانيات لكانت الجزائر خارج المحروقات لكن الممكن هذه يعني ستؤدي بالشعب الجزائري لليقظ أكثر ويعني نوض من النوم اللي كانا كما يقول المثال يستيقظ من نومنا يستيقظ من نومه لأن النومنا أكثر من ستين سنة في الأين وحان الوقت أن نعود إلى تنويع الاقتصاد وعدنا ما لا يحصى ولو يعد من الطاقات البشرية من الطاقات البطنية من الطاقات الفلاحة من الزراعة من أنواع متعددة كثيرة كثيرة وجدا ما هي هذه الأنواع لو نحددها دكتور حسين لا قبل أن أجيب عن السؤال وأريد أن أقوله بأن جزائر حاليا تمر بمرحلة صعبة جدا اقتصاديا وهذا راجع لأن كل دخل النقدي لجزائر أكثر من تسعة وستين في المئة يعود إلى بيترولغاس وبإنقفاض هذه الأسعار حاليا في السوق العالمية أصبحنا لا نعرف هل جزائر تبيع بالفائدة وبالخسر؟ لأن قيمة البرمين ليومنا هذا أنا شخصيا لا أعرف ما قيمة يعني حوالي ربعة دولار سرح فيها مسؤولين في الأول إلى الأخير أعتقد ما بين ربعة إلى ستة دولار حسب التصريحات الرسمية لا أملك تصريحات رسمية لكن لا أريد أن أدخل في هذا المجال أنا لا أملك الأسعار الحقيقية أو القيمة الحقيقية التي تغم بها هذه الثروة البترولية إنما أقول بأن رغم أن جزائر تملك من كل الإمكانيات التي قادرة أن تنهض بجزائر إلى مستوى مستفع جدا جدا في العالم فأنا أنا أنادي كل سلطات الجزائرية بإعادة تخطيط أو برمجة استعمال هذه الثروات الموجودة وبهذه الفرصة أود أن أقول بأن نحن خاطئون في الطريقة التي كنا نسير فيها ولمازلنا نسير فيها إلى اليوم بداية تصحيح المسار الذي كان في وقت سابق كان مسار خاطئ تقريبا في وقت سابق هناك قرارات مؤخرا بدأت تظهر في خلال مجلس الوزراء الأخير أعتقد بأن بعض يقول بأن دولة تريد أن تنوع من اقتصادها مثلا استصلاح الأراضي الصحراوية وغير ذلك دكتور حسين لو تكلمنا عن الجانب الفلاحي في الجزائر أعطيك أرقام دقيقة جدا أن هناك مساحة تقدر بـ 32 مليون هكتار يعني صالحة للزراعة صالحة للزراعة لو أخذنا هذه القيمة أو هذه المساحة من الأراضي الفلاحية في الجزائر التي هي 32 مليون هكتار وضربناها في 10 ألاف لأن الأكتار يسبب 10 مليون مربع فيكون لنا 320 مليون مربع أراضي فلاحية قادرة أن تنهض بالجزائر في كل المجالات وإذا أخذنا إنتاج المتر مربع الواحد في السنة أقول في السنة تقريبا 0.5 دولار سنوياً 140 ينتج لكانت لنا قيمة مالية عامة 800 مليار دولار سنوياً سنوياً من الفلاحة فقط يعني أكثر من البترول أين هو البترول البترول لا يفوق الحالياً البترول نتكلم عليه لأن المدخول الحالي لبترول هو تحت الصفر بالنسبة لإمكانية صرف البلاد لأن جزائر يعني لو عدنا إلى السابق وكانت ممكن تفوق 80 مليار دولار أنا أقول لك 800 مليار دولار 800 مليار دولار هذا من الفلاحة فقط أعيده 320 مليون 32 مليون هكتار تضربها في 10 ألف متر مربع 320 مليار متر مربع تضربها في 0.5 تعطيك 800 مليار دولار سنوياً من الفلاحة فقط الفلاحة فقط دون أن نطر إلى معادن باطنية جزائرية موجودة نتكلم عن المعادن الموجودة في الجزائر فلا تحسوا ولا تعد ما هي المعادن الموجودة والثروات الموجودة في الجزائر؟ خارج المحروقات وخارج الفلاح؟ والله هذا السؤال ممكن يعني لو كان الوقت فيه نكون أنا معلش نحاول أن نختصر دكور حسين؟ ممكن كان يدوم ساعة أو أكثر لكن أريد أن أترى أن أقول بالجزائر موجود 20% من الاحتياط العالمي للأراضي القليلة أو النادرة في العالم يعني احتياط العالم 20% من احتياط العالم تحوز عليها الجزائر؟ وهذا هي استغلالها في تطوير التقنيات الدقيقة رغم أن الجزائر والله في 20% لم أدري يعني ممكن أن نستغل منها 0.2 أو 0.1 أو لا أدري عن القيمة التي حاليا مستغلة حاليا مستغلة حاليا في الجزائر وهذا ما نلعيب ونعار أن نقول بأننا لا نفط ولا نغاز فهو سبب يعني انخفاض المستوى المعيشي للشقش الزائري حاليا فعلا يعني أخذنا الطريق غير الطريق البيترو والغاز لكنا حسب يعني المعطيات الواعية يعني المعادل الموجودة منها حتى منها اللورانيوم منها تينكستون منها منها الزينك منها اللور أقول يعني مثلا في الذهب الجزائر في المرتبة العشرين بإنتاج الذهب الخام في المرتبة العشرين العشرين مرتبة عالميا عالميا في معادل أخرى فاناديوم التي هي تصنع أو تستعمل صناعة البطاريات لتقزين الطاقات في الليتيوم مثلا لو يعني أقول لك مثلا بأن الليتيوم قيمته في السوق العالمية 12 ألف دولار طون وزيدوا عن هذا هذه المادة تستعمل كذلك في تصنيع البطاريات لتخزين الطاقات إذا أردنا أن أطور الطاقات المتجددة فعلينا باستغلال هذه الثروات الموجودة في بطن أراضي الجزائرية يعني ما أريد أن أقول وأنادي مرة ثانية وبهذه الفرصة أريد أن أقول لحكام الجزائر بداية الرئيسة الجمهورية علينا أن نستغل الثروات البشرية الهائلة الموجودة داقليا وخارجيا علينا بالبرمجة علينا بتصطير علينا بعادة تسيير المؤسسات الموجودة حاليا في الجزائر وهذا ما يدبنا إقفص ممكن لو أخذنا كل هذه المعادة يعني حسب سيدة السيماسون بلسونال لو أخذنا عشرين أو خمس عشرين في المئة باستهلاك الموارد البطنية موجودة في الجزائر لارتقينا إلى المربع الثالثة أو ربع عالميا اقتصاديا في ذرف قاسية هو قرر رئيس الجمهورية أعطيك مثلا إسمح لي أسيس ذاكي أعطيك مثلا رقم خاص فيما يخص الأراضي النادر عشرين في المئة أم الاحتياط العالم هذه القيمة المالية التي ممكن تنتج منها 2400 مليار دولار 2400 مليار دولار في الأراضي النادرة فقط في الأراضي النادرة فقط لو أخذنا مثلا لتيوم تقريبا 350 ألف طم في الكيلومتر مربع لو أخذنا هذه القيمة أو هذه الكفاءة من الأراضي الموجودة في طراب الجزائري وضربناها في المساحة التي ممكن أن نستغلها لكان الأجمال المالي تقريبا 3760 مليار دولار خيرات كبيرة تحوز على الجزائر خارج المحروقات ولكن ما هو السبب الذي جعل الجزائر تأخذ كقيمة مالية وحيدة وهي بيترولغاز بذكر أنها لا تمثل إلا 10% المحروقات المحروقات بكلها من خيرات البلاد لا تمثل إلا 10% من خيرات الموجودة لو أخذنا مثلنا المياه الموجودة الجوفية في البلاد يا سيزاكي حتى لا أعطي أرقام خيالية لكن هذه في إحصائيات 2016 الجزائر لها تقريبا ما يعادل استهلاك المياه بنسبة 185 لتر للشخص الواحد في اليوم ما يعادل 3460 سنة يعني كافية كافية لاستهلاك الوطني في مهر ري في مهر ري ومهر صالح الشر وهذه القيمة يعني إحنا ما عندناش أزمة مياه كما يقال في السنوات القادمة لا نستغلها بذكاء ما هو مردودية هذه المياه الموجودة الجوفية هل الجزائر استفيدوا حقا منها هل نستعملوا هذه المياه في الري فلماذا يعني لجعنا إلى دي سالمون دودمير فهمتش يعني هذا يعني شيء خطئ جدا يعني الجزائر كان ممكن أن نضخ المياه الجوفية الموجودة في الأراضي وأن فعل دكتور حسين أريد أن تطرق معك إلى أيضا نقطة أخرى قضية الطاقات المتجددة يعني هي أيضا من بين الطاقات التي تحوز عليها البلاد مؤخرا أبرمت الجزائر وقعت اتفاق مبدأي مع الشريك العلماني لإنجاز مشروع ديزير تيك الذي كان متوقفا في وقت سابق وقيل بأن هذا المشروع في الوقت السابق بأنه سيعود بالملايير يعني للخزينة العمومية وغير ذلك وأنت متخصص في مجال الطاقات المتجددة دكتور حسين يا أخي زاكي طرحت عني سؤال يعني من الصعب الإجابة عنه لماذا؟ نحن كهيئة وطنية استشارية للبحث العلمي وتطور التكنولوجي التي تنتمي إلى الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين رسلنا فيما يخص هذا المشروع وزير الطاقة وطرحنا بعض الأسئلة ما هو مضمون هذا القانون وكيف وما هو أو ما هي مكانة الجزائر في في هذا المشروع ومن طرف ومن لأن هذا المشروع هو قديم قديم نعم وتم تعطيله وتم تعطيله أسباب ممكن أن تطلق لكنه ليس موضوع اليوم في الوقت السابق كان قيمة هذا المشروع ما يقرب 400 مليار دولار نعم 400 مليار دولار 400 مليار دولار ولا أدري ما هي قيمة الحالية ممكن أن نخفض الآن تحذير جاري دكتور حسين ليس أولاك يعني ورقة نهائية يعني لا يا أخي أنا كإنسان مختص في هذه الطاقات ما هو محتوى هذا البرنامج هل يعود بالفائدة إلى جزائر وما هي النسبة المؤوية التي تستغلها الجزائر وأكيد سيعود بالفائدة على الجزائر لا أدري وإلى كيف يعنيت لا أدري أنا في معايير الإنسان ينبغي علي أن يتطرق إليه قبل الشروع في تنفيذ هذا المشروع عن ماذا تتحفظ دكتور حسين على هذا المشروع؟ ما هي تحفظاتك على هذا المشروع؟ أولا أتحفظه في نقطة عديدة تحويل التكنولوجيك تحويل التكنولوجيك هل نحن جاهزون حاليا؟ لا أدري ما هي أنواع هذه الأجهزة التي استعمل في هذا المشروع ولا أعرف القيمة المالية لهذا المشروع ولا أعرف النسبة المئوية التي تستغلها الجزائر ولا أعرف ما هي الطرق التي تمكن الجانب الأجنبي أو الطرف الأجنبي ألماني باستغلال هذه الطاقة بأي طريقة ثانيا هل يعود بالفائدة للتكوين؟ هل فكرنا في تكوين لأنه بدون تكوين بدون إطارات تصونه وتسير هذا المشروع لأنه مشروع كبير جدا لابد أن يكون تكوين في هذا المجال قبل أن يشرع في بيديك بعد ماذا ما دارس تكوين في هذا المجال دكتور حسين؟ لا نملك قضية طاقة متجددة لا نملك إلى يومنا هذا معاهد متخصصة في تكوين في هذا المجال ما يعني فيه ممكن دي بتيت فرماسيون كي سيديغول أطوري أطرافير ميدون الكادة دا فرماسيون دي جون سبيسياليزي بيعني كدكاتر أو متخصص في هذا قليل جدا ما عدناش معاهد مختصة فيها يعني مراكز بحث لكن المراكز بحث تهتم بالبحث فقط ولكن دكتور حسين لماذا قيل في ذلك الوقت بأن هذا المشروع سيدر أو سيدر الخزين العموبيا بأموال طائلة يعني ونستطيع أن نصدر الطاقات حتى إلى جنوب أوروبا على الأقل يعني يا أخي إلا منك في أوروبا كلها ما هي القيمة التي ستنتج في الجزائر في هذا المشروع حتى نعرف ما هي نسبة المائوية التي تستغل من الجزائر هل لنا معطيات هل لنا أرقام هل لنا قيمة مالية زائدة تدخل في صندوق الجزائري هل لنا طريقة أو كم من تقني جزائري سيعمل في هذا المشروع هل لنا بالغد يعني الجانب الألماني يحقق أو يحقق هذا المشروع وما كانت الجزائر في استغلال هذا المشروع ما هي هل طرف الجزائري يشارك مباشرة أو غير واشرة في دراسة هذا المشروع أكيد سيكون طرف مباشر يا أخي أعود أمني الأرض ستقام في أرضنا وفي بلادنا أعيد الجواب وأقول لا والطاقات هي الطاقات الجزائرية يعني من البلدان القليلة جدا في العالم عندما يكون مشروع مثل هذا أننا لا نملك محطيات تقنية مدقيقة حتى نطرح أسئلة يعني في أي بلاد تناقض مثلا المغرب أولا يعني كمثال اسمح لي أذكر المغرب كمثال أقول لماذا جزائر تطرقت إلى الطاقة الشمسية فوتوولتيك يعني تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء مباشرة لو قارننا ما أبينا المشروع لأسسة في المغرب تقريبا 580 ميجاوات 32 إمكانيات مغربية تقنية إمكانيات مغربية تقنية التمويل كان يعانت من بعض الهيئات المالية الداخلية والأخرى من البنك العالمي ومن البنك الأفريقي للتنمية ومن مؤسسات اقتصادية عالمية وقيمة هذا المشروع تكلف إلى المغرب 2 مليار دولار 2 مليار دولار 580 ميجاوات سيد دكتور حسين يعني وزارة الطاقة من خلال هذا المشروع تسعى إلى تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية مع إطلاق برنامج لإنتاج 5600 ميجاوات بحلول 2027 قولي هذا حلم يا أخي يعني خصوصيا لماذا حلم لأن في الأزمة الحالية كان الوضع الاقتصادي الجزائري منهار جدا منهار والجزائر لن تملك حتى لو كانت فيها إرادة ولكن الرئيس يقول لو إذا توفر رجال أعمال نزهة وشرفة وإذا لم يكن هناك يعني لعب مثل ما كان في وقت سابق وتضخيم الفواطير وأنت تدري كيف كانت اللعبة في وقت سابق نستطيع أن في ظرف عامين ندروا مكان أنفسنا في العالم يا أخي زاكي ولا أريد أن أقول لك يعني أنا عزلت تماما عن هذا العمل العلمي في مجاة التقات منذ مجاة النظام السابق من 1999 وكنت أعرف ما هو سبب اللي أتى بها بودفريقة إلى الرئاسة لكن الآن باختصاب دكتور لأن الوقت يدهني لأن الآن لو تكلمنا عن المشروع إنتاج 560 ميجاوات 5600 ميجاوات 5600 ميجاوات يعني هذه قيمة كبيرة جدا 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 ولكنها ليست مستحيل هذا في مدة سبعة سنوات من المستحيل نصل إلى هذه القيمة مستحيل حتى ولو كانت في أموال لأن الجانب التقني لا يزال ضعيفا في الجزائر الجانب التقنيجا تكويت تقصيد أنت يعني لا حتى الإطارات الموجودة حاليا أغلبها يعني مشات الخارج يعني فأقول لك يعني شيء أنني في اتصال في اتصال دائم مع بعض الأصدقاء يعني أعطيك رقم تقريبا 26 ألف باحث مهندس وبروفيسورة كبراء في العالم الجزائريون يسوقون الأبراطور الدرشاش أطرفيه المنطنطي مخابر العالمية يعني في كل المجالات وما فيها طاقات الموانتج جديدة يعني بالأمس فقط يعني اسمح لي بالأمس فقط باختصار دكتور نعم بالأمس فقط كنتوا باتصال مع صديقنا لي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الـ 5600 ميجاوات قال يا ليتا يا ليتا ثم يا ليتا لو وصلنا إلى ألف أو ألف وخمسمائة ميجاوات في هذه المدة سبعة سنوات لأن الأرضية غير مهيئة لتوفير هذه الطاقة في هذه المدة القصيرة طيب نحن نتمنى يعني هذا برنامج قامت به وزارة الطاقة نتمنى أن نصل إلى الـ 5600 لهذا المشروع طيب إن شاء الله ربما في الأسبوع القليلة القادمة التي أمر يعني وجهها الرئيس الجمهورية الوزير الأول بالشروع من الآن في التحذير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة والنقبات وأرباب العمل ممكن أن هذا الاجتماع يعطي حركية أخرى للاقتصاد وعجلة الاقتصاد في الجزائر يا أخي الزاكي خاصة أن الرئيس يبدو أنه يعول على رجال أعمال الشرفاء والنزاه قبل أن نتطرق لهذا الجانب علينا أن نعرف ما هي الفايديروت في فهي المواضيع الأساسية أو الهامة التي ستدرس في هذا تري بارتيت وعلينا أن نبدأ بالجانب الممكن تطبيقه حاليا لإنعاش الاقتصاد الوطني كالزراعة مثلا كالصناعة الخفيفة يقول لك مثل لما لا يغدزان في لبون أغدزات يعني في هذا الحجر الصحي قمت بدراسات لعدة مشاريع في مجال التقاتل متجددة لو أخذنا مشروع أو اثنين وطبقناه في الميدان لأتى بالفائدة الكبيرة لجزائر مثلا عندما نتكلم عن الفلاحة باختصار دكتور لأن الوقت كلمتين برك عندما نتكلم عن تطوير الفلاحة في الجزائر من المستحيل ثم من المستحيل ثم من المستحيل أن نطوير الفلاحة بدون سلسلة التبريد والتوزيع سلسلة التبريد والتوزيع أريد أن أكرر وأنادي إلى رئاس الجمهورية والوزير الأول ووزير الفلاحة بأن بدون سلسة تبريد والتسويق وحتى النقل من المستحيل فعلا قضية النقل من المستحيل ثم من المستحيل إلى نصل الأهداف المسطرة فعلينا حاليا نبدأ يعني نأخذ مثل تونس أو المغرب التي أصبحت عضو يتسمى ATP يعني تسير التمبراتور ديريجي مثلا أنا عندي مثلا شاحنة تنقل مواد من التمارسط إلى أمريكا فأعرف في كل مكان مهما كانت موجود هذه الساحنة أعرف الدرج الحرارة الموجودة في الداخل لهذه الغرف في مراقبة عن بعد أعرف الحرارة أعرف النسبة المئوية للميديتي أعرف تغير فلماذا لا نفكر في تطوير سلسة التبريد في الجزائر إن شاء الله يتم أخذ الأمر بجدية ولما لا يتم طرحها أيضا في اجتماع ثلاثية مدام أنكم ربما شريك للحكومة وغير ذلك كلمة أخيرة باختصار دكتور مجال الكلمة الأخيرة أنني عندي دراسة في هذا المجال أي مجال السلسة التبريد واجدة موجودة حاليا وجدتها كل الجوانب منها منها النقل منها التكوين منها الصيانة إذا كل ما يختص وأنا موجود إذا أرادت الدولة الجزائرية ننتقل من أعتقد أن النواية موجودة سيد حسين حماش النواية موجودة وإرادة الإرادة طيب شكرا جزيلا لك دكتور حسين حماش الوقت للأسف يدهمنا رئيس الأستشارية والله يا سيداكي الوقت قليل جدا وكان بيود أن نتطرق ستكون هناك فرص أخرى إن شاء الله أسئلة تهم الاقتصاد الوطني وكيف هي الطرق النبيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني أعدك بذلك الدكتور حسين حماش رئيس الأستشارية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي شكرا جزيلا وصحة فطورك دكتور حسين شكرا جزيلا وشكرا على الإضافة شكرا وكل مرة من جينا لنا نصر وأضحك عندما أراك شكرا جزيلا لك دكتور حسين وصحة فطوركم مشاهدين أنتم أيضا نلتقي يوم الأحد المقبل إن شاء الله إلى اللقاء شكرا لك